وبكده نكون عرفنا انه عم عبدالعظيم ساكن فين يا حلوين ساكن في القرية والووتر بامس او مداقات المياه دي بتبقى موجودة في القرى طب تعالوا نشوف مع بعض ستوري النهاردة اللي بتتكلم عن واحدة من الووتر بامس اللي بتبقى موجودة في القرى ونشوف حكايتها ايه مع عم عبدالعظيم والاطفال تابعوا معنا ستوري النهاردة هتستمتعوا جدا السلام عليكم ورحمة الله بركاته وطلاب تاني ابتداي اهلا وسهلا بكم حبيبي في حلقة جديدة حلقة النهاردة من الحلقات المميزة جدا لان النهاردة مش هنتكلم عن منهج الكنيكتو ولكن هنتكلم عن الستوري او القصة قصة الترمي ده اسمها The Water Pump The Water Pump قصة في منتهى الروعة تعالوا نشوف ده شكل الووتر بامب او مضخة المياه اللي هنتكلم عنها النهاردة ولكن الاول خلينا نشوف اول شخصية هنقابلها في الستوري والشخصية دي شخصية الراجل الطيب اللي اسمه عم عبدالعظيم عم عبدالعظيم ده راجل طيب جدا تمام هنشوفه هنقابله كتير في القصة بس في الاول عايزين نعرف هو عم عبدالعظيم اصلا يا ترى عايش او ساكن فين عايش في المدينة ولا عايش في القرية طبعا لو ركزنا مع بعض في الصورة وبصينا هنلاقي ان عم عبدالعظيم راكب على الجرار بتاعه تمام او التراكتور ويلابس ملابس بسيطة وفي حوالي ايه في حوالي بيئة بسيطة بيوت بسيطة وكمان في شجر وفي ايه وفي طيور وفي نخل فالحاجات دي بتبقى موجودة ترى في الستي ولا في الفيلج في المدينة ولا في القرية طبع الحاجات دي بتبقى موجودة في الفيلج او القرية يبقى كده عارفنا اول حاجة ان عم عبدالعظيم ساكن فين يا حلوين عم عبدالعظيم ساكن في الفيلج او القرية طب ايه حكاية عم عبدالعظيم وحكاية الووترباند وهل يطرى في علاقة ما بينهم تعالوا نشوف في قصة النهار ده يا حلوين أول حاجة في الستوري أو القصة زي ما انتوا شايفين عم عبدالعظيم راكب على التراكتور بتاعه أول حاجة بيقول لنا إيه بيقول لنا أم عبدالعظيم is a kind farmer عم عبدالعظيم ده مزارع أو فلاح طيب زي ما قلنا he loves his tractor and his field يعني بيحب الجرار بتاعه وكمان بيحب إيه بيحب الحقل بتاعه he cares for his crops and loves them very much يعني هو إيه هو بيهتم بالمحاصيل بتاعه وبيحبهم إيه وبيحبهم جدا يبقى زي ما قلنا عم عبدالعظيم راجل طيب عنده إيه عنده tractor جرار وإيه عنده إيه عنده field حقل فهو بيهتم بإيه بيهتم بالتراكتور وبيهتم بالfield وكمان إيه وكمان المحاصيل اللي بيزرحها بيحبها جدا وبيعتني وبيهتم بيها يبقى كده عم عبدالعظيم راجل إيه عم عبدالعظيم a kind man يعني راجل طيب زي ما انتو شايفين قاعدين عم عبدالعظيم وإيه وواحد صاحبه وبيشربوا إيه وبيشربوا تي أو شاي فبيقول لنا إيه at home في البيت he does not have to worry about water هو في البيت مش محتاج يقلق على المية because he has a big water pump لإنه عنده إيه عنده مضخط مية مالها big يعني كبيرة معنى كده إيه معنى كده إن الووتر بام اللي هي إيه بطلة ستوري النهاردة هي ووتر بام بتاعت مين بتاعت عم عبدالعظيم معم عبدالعظيم مش قلقان إنه إيه مش قلقان إنه يحصل عنده نقص في المية أو المية تنقطع من عنده لإنه هو عنده إيه عنده مضخط مية أو ووتر بام واللي ما يعرفش الووتر بام أو مضخط المية دي عبارة عن إيه عن آلة بنحفر الأرض وبعدين بنحط فيها الووتر بام وبعدين بنشغلها فابت إيه فابت جيب لنا مية من إيه من باطن الأرض طيب بعد كده بيقول لنا إيه بيقول لنا يعني إيه يعني المية اللي بتيجي من البام أو المضخة بتاعت عم عبدالعظيم دي بتعمل أحلى شاي يبقى أحلى شاي بيجيبوا المية بتاعته منين بيجيبوا المية بتاعته من الووتر بام بتاعت أم عبدالعظيم تمام بعد كده يا حلوين زي ما أنتوا شايفين الووتر بام قدامنا سعيدة ومبسوطة وحواليها كل الأطفال مبسوطين وكمان مسكين إيه مسكين أواني علشان يعملوا إيه يا ترى علشان طبعا يملوا مية منين علشان ياخدوا مية من الووتر بام بيقول لنا إيه يعني إيه يعني الناس في القرية بيبعثوا أطفالهم مع 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 كبيرة علشان يجيبوا مية منين من الووتر بام أو من المضخة بتاعت عم عبدالعظيم طيب هل يطر عم عبدالعظيم هيسمح لهم يعملوا كده ولا لأ احنا قلنا إنه هو رجل طيب فأكيد هيسمح لهم بيقول لنا إيه بيقول لنا أما عبدالعظيم allows everyone to use it عم عبدالعظيم بيخلي الكل يستخدم إيه بيخلي الكل يستخدم الووتر بام بتاعته ويستفيد بيها بعد كده زي ما انتو شايفين هم إيه هم ملوا البوتس أو الأواني بتاعتهم وهم مبسوطين جدا إنه عم عبدالعظيم بيسمح لهم إنهم يملوا إيه يملوا مية أو ياخدوا مية من الووتر بام يبقى دي الطريقة اللي بتشتغل بيها إيه الووتر بام إننا بنمسك الهند أو الإيد ونفضل نعمل إيه يعني إن طلعوا وننزل فيها لحد ما تطلع لنا إيه لحد ما تطلع لنا مية بس طبعا إيه بتحتاج مجهود فالتشيلدرن أو الليتل تشيلدرن اللي هما الأطفال الصغيرين أحيانا ما بيقدروش يعملوا الموضوع ده فإيه اللي بيعملوا عم عبدالعظيم helps them بيساعدهم بيقول لنا أم عبدالعظيم helps them بيساعدهم He always says دايما بيقول this water bomb belongs to the whole village دايما بيقول إيه دايما بيقول إني الووتر بام أو مضخة الميا دي بتاعة كل القرية يعني مش بتاعتي أنا الوحدي لا بتاعة كل القرية ومسموح لكل الناس إنها إيه إنها تستخدم المية النظيفة بتاعة إيه بتاعة مضخة المية بتاعة عم عبدالعظيم بعد كده يا حلوين زي ما انتوا شايفين إنه إيه إنه الناس حوالين عم عبدالعظيم مبسطين والووتر بام نفسها ايه مبسوطة وهو ايه وهو بيشغلها when the water bomb breaks لما الwater bomb breaks يعني بيحصلها عطل يعني عمو عبدالعظيم quickly fixes it عمو عبدالعظيم دايما بيصلحها ايه بيصلحها بسرعة علشان ايه علشان ما يتأخرش على الناس في المياه اللي هما بيحتاجوها he is always happy to do this هو دايما بيكون سعيد او مبسوط ان هو بيعمل الموضوع ده ايه بيعمل الموضوع ده بنفسه ويصلح ايه ويصلح الwater bomb لما تتعطل يبقى عندي breaks يعني ايه يعني تتعطل و fixes يعني يصلحها يبقى كل ما تتعطل بيعمل لها ايه بيصلحها تعالوا نشوف عمو عبدالعظيم بيحكي مع مين ويطرى ايه اللي هيحصل ما بينهم before he travels يبقى عمو عبدالعظيم كده مين هيعمل ايه هيسافر before he travels عمو عبدالعظيم tells his neighbor never stop people from getting water you must fix the bomb when it breaks عمو عبدالعظيم قرر انه هو يسافر فقبل ما يسافر وصة his neighbor او وصة جاره انه يعمل ايه انه لازم يخلي كل الناس تستعمل الwater bomb وما يمنعش حد من انه ايه من انه ياخد المية من الwater bomb وبيقول له لازم لما الwater bomb تتعطل او ما تشتغلش لازم تصلحها بسرعة وما تأخرش على الناس حاجتهم من المية هل يطرى ال neighbor او جاره هيعمل بكلام عمو عبدالعظيم ولا مش هيعمل بكلام عمو عبدالعظيم ويزعله تعالوا نشوف مع بعض يا حلوين زي ما انتو شايفين عمو عبدالعظيم ايه مندهش وزعلان ومتدايق يطرى زعلان ومتدايق ليه the neighbor does not listen يعني ال neighbor او جاره ما سمعش كلام عمو عبدالعظيم او ما سمعش وصية عمو عبدالعظيم اللي كانت ايه يا حلوين اللي كانت ما تمنعش حد من انه ياخد المية ولما الwater bomb بتتعطل لازم ايه لازم تصلحها فال neighbor او الجار ما سمعش الكلام عمو عبدالعظيم comes back after a week احنا قلنا طبعا انه عمو عبدالعظيم سافر فكده عمو عبدالعظيم سافر ورجع بعد اسبوع يعني غاب اسبوع في الاسبوع ده الجار ما سمعش كلام عمو عبدالعظيم the water bomb does not work يعني الwater bomb زي ما انتو شايفين زعلانة اتعطلت ومش بتشتغل he asks his neighbor سأل جاره why doesn't the water bomb work يعني ليه الwater bomb او المدخة مش شغالة راح الراجل قال له ايه we can't fix it we can't fix it يعني احنا ما قدرناش نصلحها says his neighbor يبقى زي ما انتو شايفين اني عمو عبدالعظيم مندهش وفي نفس الوقت زعلان وجاره قال له احنا ما قدرناش نصلح الwater bomb هل يا ترى عمو عبدالعظيم هيبقى زعلان ولا مبسوط طبعا هيبقى ايه هيبقى زعلان لان الناس ما اخدتش ايه ما اخدتش مية من الwater bomb لان الwater bomb الجار اتعطل في انه يصلحها زي ما انتو شايفين عمو عبدالعظيم هنا بيحاول يعمل ايه بيحاول يعمل fixing او يصلح الwater bomb هل يا ترى هتتصلح ولا لا تعالوا نشوف عمو عبدالعظيم is very angry عمو عبدالعظيم زي ما قلنا كان ايه كان غطبان جدا بسبب اللي حصل من جاره he starts to fix the heart of the pump بدأ ايه بدأ يحاول يصلح قلب الايه قلب الwater bomb او قلب مضخة المية علشان يشوف العطل فين اوكي بعد كده يا حلوين but he can't لكنه ما قدرش طيب هيستعين بمين يا ترى تعالوا نشوف he asks a plumber طلب من ايه طلب من ال plumber او step back to help him طلب من ال plumber ان يساعد the plumber says يعني السبك قاله قاله ايه يا ترى we must pull the bomb out and dig it in again يعني ايه الكلام ده احنا قلنا طبعا ان الwater bomb دي اصلا لازم في الاول نحفر في الارض وبعد ما نحفر ننزل الwater bomb او الجزء اللي ايه اللي المفروض ينزل وده الشكل اللي بيبقى فين الشكل اللي بيبقى بره وبنستعمله علشان ينزل لنا مية او يدينا المية فالplumber او السباك قاله ايه قاله احنا لازم نسحب البامب المضخة وبعدين نحفر وندخلها مرة تانية هل يطر عمو عبدالعظيم هيسمع كلامه طبعا علشان ايه علشان يصلح الwater bomb لازم يسمع كلامه زي ما انتو شايفين عمو عبدالعظيم سمع الكلام واشتغل هو ومين واشتغل هو والplumber بجد عمو عبدالعظيم and the plumber work hard اشتغلوا كويس جدا they fixed the heart of the water bomb وكمان صلحوا قلب الwater bomb بانهم خرجوها وحفروا تاني ورجعوا ايه ورجعوا دخلوها تاني في الارض من children with empty pots واتش والاطفال زي ما قلنا اللي مسكين ال pots او الاواني اللي اهلهم بعتوهم بيهم بيبصوا وهم ايه وهم مبسوطين بيتفرجوا وهم مبسوطين لاني عمو عبدالعظيم وال plumber اشتغلوا كويس فمعنى كده ان الايه الwater bomb هتشتغل وترجع تديهم مية مرة تانية زي ما انت شايفين انها رجعت تديتهم مرة تانية مية وكلهم ايه كلهم very happy او مبسوطين وكمان عمو عبدالعظيم بيساعدهم في ايه بيساعدهم في انه يديهم المية طبعا الwater bomb هتبدأ تشتغل والاطفال مبسوطين ففي واد صغير كان عايز يعمل ايه الولد ده كان عايز يبدأ او يشغل ايه يشغل الwater bomb عمو عبدالعظيم says he can عمو عبدالعظيم قال له طيب اتفضل تقدر تعمل كده the little boy shouts يعني الواد ايه الواد صوت يعني صح يعني تعبيرا عن ايه تعبيرا عن فرحته بان الwater bomb رجعت تشتغل تاني بيقول لها ايه come on bomb pour and bump يعني ايه يعني يلا ارجعي ادينا مية تاني وضخي مية لنا pure and clean water flows out of the water bomb يعني الwater bomb او مداخل المية رجعت تدخلهم تاني ايه مية نقية ويه جميلة ورجعت تتدفق ايه رجعت تتدفق مرة تانية لما صلحوها زي ما انتو شايفين عمو عبدالعظيم قاعد ويه بيشرب الشاي النظيف اللي ايه اللي بيجيب ميته من مين من الwater bomb لانه قالنا في اول story ان الwater bomb بتديله مية بيعمل بيها ايه بيعمل بيها احسن شاي تعال نشوف عمو عبدالعظيم هيقول ايه عمو عبدالعظيم walks away عمو عبدالعظيم مشي كده شوية saying واحد يقول the heart of the bomb is clean a clean heart gives clean water يعني ايه يعني دلوقتي قلب الwater bomb او قلب المدخة بقى نضيف القلب النضيف دايما بيدي ايه بيدي مية نضيفة وطبعا ده moral lesson او درس اخلاقي عايز يقول لنا عمو عبدالعظيم من خلاله انه دايما البني ادم اللي قلبه نضيف او قلبه ابيض بتبع افعاله كلها ايه افعاله كلها كويسة وافعاله كلها جميلة ولازم كلنا نبقى ايه لازم كلنا يبقى قلبه ابيض وافعالنا ايه وافعالنا كويسة until today the water bomb is pure and gives water to everyone in the village it makes the best tea يعني والحد دلوقتي الwater bomb شغالة وبتدي كل الناس في القرية مية نقية ومية نضيفة وكمان بتعمل ايه وكمان بتعمل احلى شاي وبكده يا حلوين تكون story النهاردة انتهت story سليسة وجميلة واتمنى انها تكون عجبتكم ونتقابل باذن الله في story هات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة